طيب استكمالاً للي خدناه في الجزء الأولاني في العمليات الجراحية اللي اتكلمنا فيها على عملية الجستروتومي وتكلمنا فيها على عملية الاسبينيكتومي وختمنا بالسيستراتومي هنكمل إن شاء الله هنتكلم على عملية الكاستريشن طيب هي مبدئياً عملية الكاستريشن عملية سهلة جداً مش تاخد مننا وقت خلط إن شاء الله وهي لها برضو مسمة تاني اسمه نيوترينج عشان برضو لو تسألنا في الموضوع ده طيب نبدأ بسم الله أول حاجة يعني إيه كاستريشن أو يعني إيه نيوترينج دي ليها اسم تاني برضو اسمه أوركيكتومي تمام؟ أوركيكتومي تمام كده طيب هي عملية إزالة التستيكلز تمام؟ موضوع مش مستحيل طيب دي بقى إيه هي الكاستريشن هي عملية طيب أنا اللي بعمل الحوار ده قالك والله ممكن نعمل كنترول شوية للبوبوليشن تمام؟ عندي برضو بعض لو حاد مربي قط ميل هتلاقي الموضوع ده منتشر كتير جدا والكلاب برضو بعمل نفس الحركة ولكن القطط يعني الموضوع ده بيبقوا مقرف شوية لأنهما بيجوا على في البيت كده ويرشوا على جنبي يعني فبيعملوا ريحة مش أحسن حاجة يعني تمام؟ طيب ثالث حاجة يعني الحيوان برضو الميل بيبقى دايما يتخانق ويدرب وكده لما نعملوا الحوار ده بيبقى أهدى شوية تمام؟ طيب في برضو حاجات كتيرة يعني نحفظ منها كم واحدة وخلاص مثلا الكريبتو شيدازم تمام؟ كريبتو شيدازم برضو اللي هي التستس لما تبقى متعلقة ما تنزلش فيه السكروتام دي واحدة برضو من الحاجات بيحصل لها وبعد كده بتتشال لأنه ما تشاهدش اللي هيحصل حيودي هذا الموضوع اللي هيحصل لها تيومور تمام؟ عندي برضو نوم مهز جدا من التيومور اسمه تمام؟ اللي هو تي في تي ده مهم يعني تمام؟ طيب وبرضو بس هادمها عشان عالج بيها الكورنيك أوركايتس هايدروسيل الهيماتوسيل أي حاجة ايه ممكن تصيب هزي هزي هزا الأورجن هتطر ان انا عمله ريموبل تمام؟ طيب العمر اللي انا بعمل فيه العملية دي قال لك والله بست بيو بيرتي يعني بعد البلوغ وكده من سنة سنة واحدة او اكبر من كده ملاش لازم المعلومة دي خالص ماش اقتلتين لازمة فهي بتعين في اي وقت ما بدأ يعني هاش تبع عارفين وبري بيو بيرتي من ستة لتسعة منص تمام كده؟ طيب معلينا اللي هو حوالي سبعة منص يعني البوزيشن طبعا اكيد هنيم الحيوان على الدورسل عشان نيبقى باين كل حاجة يبقى واضح لي كده وقديني قدامي واضحة عش نبدأ اشتغل تمام كده لان هاشتغل فيه في الفنترال سيرفس فبالتالي لازم يوكل نيم على الدورسل سيرفس طيب بالنسبة لي الاكسوي الرومنانت والكلام ده بنعمل لهم نوع من الكاستريشن اسمه كلوز تمام؟ بيستغل فيه جهاز اسمه البرديزو بنعمل من غير ما نفتح أوبريشن ولا اي حاجة من برا كده بنعمل كومبريشن أو كراشنج على التستيكلز ونسيبها شوية لغاية ما ايه هي كده بتدينا بتبقى تمام تمام؟ بيحصل الكاستريشن بهذه الطريقة انما فيه الحيوانات تانية زي الهورس وي البيتس بنضطر ان احنا نتدخل جراحيا عندنا تو تكنيك في البيتس تمام؟ بالتحديد في الدج الدج بستخدم فيه تكنيك دايما اللي بستخدمه اسمه بريس كروتال أبروتش تمام؟ عندي برضو تكنيك تاني اسمه سكروتال أبروتش تمام؟ السكروتال أبروتش ده بستخدمه اكتر في مين في الكاد تمام كده؟ طيب الهورس برضو نفس الفكرة بعمل فيه السكروتال أبروتش تمام كده؟ طيب ما علينا احنا بنتكلم عن البيتس اصلا في المحاضرة دي هنبدأ أول حاجة نتكلم على الخطوات بتاعة الطريقة اللي هي الإيه بتاعة الدوج دي تمام اللي أنا بعملها في الدوج دي اللي احنا هنعملها هنتفرج على الفيديو سوا مع بعض تمام طيب أول حاجة هنعمل إيه أجي قدام خليني أشرح على صورة تمام طيب ده البينس تمام بتاع الدوج ودي التسيكلز هاجي قدامها بس حتة صغنانة جيدا قدامها على طول تمام هروح كاي فاتح هنا حوالي صندي تقريباً أو واحد صندي أنا مش محتاج يعني كلما كان أصغر كلما كان أفضل ولكن ما تصغرش قوي بحيث أن انت يبقى تزدي نفسك مساحة ما تكبرش عن صندي برضو تمام البينس ههو انت هتفتح فوقه مجرد صندي واحد تمام أو صندي ونصب الكتير في الحتة دي كده هتعمل إيه بعد كده مش التسيكلز دي هي يعني محاطة بسكروتن كده بالمنظر ده كده يعني هي جوة كيس تمام طيب مش أنا ممكن يعني أدوس على السكروتن من بره هنا أعمل سكويزنج السكروتن من بره فأزوء التسيكل دي بتيمشي هنا كده وأنا فتحت الانسيجن هنا فإيه اللي هيحصل التسيكل هتظهر لي هنا عند الانسيجن لأنا فتحته تمام طب هل الموضوع كده بسيط يعني طب ما هو ممكن ينام مثلا على ظهره فالموضوع يروح تروح التسيكل هنا لا هي بتبقى فكس فكسيتد هنا تمام كويس فبالتالي إيه أنا لما زوءها وتطلع في المنطقة دي لأ أنا مش عارف أطلها على طول أنا هحتاج أن أنا أفك الأول بالتسيكل بتاع طب إزاي أول حاجة همسك التسيس بألس فورسبس تمام وابدأ إيه أشيل التشوء اللي حوليها أبدأ أشيل التشوء اللي حواليها أعمل دي السك تليئ التشوى الي حواليها تمام لغية ما لقي الاسبرماتيكورد بدأ يظهر معي تمام أبدا بقى أمسك التسيس كويس بهم شدها الفوق تمام هلاقي الاسبرماتيكورد بدأ يظهر أبدأ أمشي على الاسبرماتيكورد بطول ولا ب Graduate حتى باللافذ اللي انا لابسه ابدأ امشي على الاسبرماتيكورد كده لغاية ما اشيل كل التشوء اللي ماسكة فيه الاسبرماتيكورد بحيث ان انا ادي اكبر طول لمين للسبرماتيكورد عندي بره جسم الحيوان تمام عشان اقدر اتحكم فيه وما اعمله براحتي تمام موضوع بسهل معي طيب طلعت بالمنظر ده زقيتها خلاص عملت لها من هنا كده طلعتلي من هنا تمام انا بشيل زي اول حاجة انا لما وطلعها من هنا انا هفضل ادوس 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 من منطقة الانسجن دي هي مش هتطلع اعمل ايه اجيب المشرط بتاعي تمام وابدأ فوق التسس كده وانا وانا عمل لها سكويزنج انا عمل سكويزنج من منطقة دي كده تمام وحقصت ايدي هنا لان التسس تحت ايدي هنا في المنطقة دي تمام كده طيب وانا فاتح الانسجن هنا وهي مش هتطلع هي مش هتطلع ليه لان فوقها تشو تمام كده طب انا اشيل التشو ده ازاي اجيب المشرط بتاعي ابدأ امشي فوقتيش وده بالراحة يعني افتح بالراحة 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 خالص بالراحة خالص تمام ما تفتحش جامد عشان ما تفتحش التونيكة لان احنا عندنا اه طريقتين عشان خاطر نعمل العملية دي طريقة ودي اللي بفضلها ودي الاسهل ودي اللي نعملها احسن يعني والطريقة اللي هي ايه اللي هي اه اللي انا بفتح فيها التونيكة فزجيناز انا مش محتاج ان انا افتح التونيكة فزجيناز أصلا. طيب. يبقى هعمل هذوق من هنا. طلعت لي من هنا كده. هبدأ أمسك المشرط. أمشي فوقها بالراحة 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 بالراحة. هات Спасибо صدش yeah عليها طلعت كده وتمام اول ما تة Banks همسكها بيدي. تمام. أومسكها او بالألس Miz I편. امسكها. أروح مطلها عفوق. عليها يعني مكتفة من حواليها. اعمل ايه. اشيد التكتيفة دي بايدي عادي. تمام بيدي. يعني اروح موسعة التكتيفة دي كده. وابدأ اشد 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 اجيب معي اتاول او ايدي تمام? باول اللافز اللي انا لابسه. وابدأ اشد الاسبرماتيكورد كده بايدي لتحت 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 ويدي اللي فوق دي اللي ماسكت تسس تمام? عملت شدها لفوق. فبالتالي ايه? قوتين متعاكستين تمام? وبالراحة يعني مش ما تشدش جامد قوي عشان ما تقطعهاش في ايديك تمام? يعني تشد بالراحة تمام? طلعت فوق خلاص انا بينت الاسبرماتيكورد هابدأ اعمل ايه بقى? تمام? هعمل ايه? هاجي هنا كده انا الاسبرماتيكورد اهود طلع برا هاروح اجيب جايب الفورسيبس تمام? خلني اجيب القدم. هاروح اجيب الارتري فورسيبس. عايز اعمل كراشنج تمام? مش فيه ارتري هنا وفيه حاجات. هعمل كراشنج في المنطقة دي طبعا هي بيبقى اطول من كده بكتير يعني بتوصل لغاية ضربرiquement. تمام? وبعد كده هقص قدامها تمام? انا التيسيس دي خلاص ممسكها بارتري فورسيبس ايه تمام? وهنا انا ماسك بارتري فورسيبس ثاني تمام? هاروح اجيب عليه اعمل الربطة هنا في المنطقة دي كده. وبعدين ايه ايه? اثيب عليه اصص فوق هنا. تمام? ليس بالمرة تانية انا بحط ارتري فورسيبس تمام? تمام? فوق. وارتي فورسيبس هنا تمام? احيه ارتري فورسيبس الناحية دي هنا كده تمام واربط الربطة هنا واقص فوق تمام واقص فوق واشيل بقى دي تمام اشيل دي التسس دي وانا مسكها بقى السورسيبس ولا اي حاجة واشيلها خلاص الحيطة دي خلاص انا فيها التاني تمام واريدي انا ربطت الربطة بتاعته هنا تمام هفك الارتفورسيبس وادخل بقى ايه طبعا اشيل البليدين وتأكد ان فيش بليدين جمسح شوية الدم نطلق شوية صغرين كده واروح جايم يدخل ايه الجزء ده هعمل كده في تسس واحدة وبعدان كده تسس ثانية برضو هعمل نفس الفكرة برضو هعملها برضو تطلع على نفس المكان ابدأ امشي عليها بالراحة عشان فوق التشول اللي عليها من فوق هتكسبوز دي ليا همسكها بايدي تمام او بالالسورسيبس وابدأ اشيل التشول اللي حواليها او اشيل الفيكسيشن بتاعها اللي حواليها بالراحة كده بايدي وبعد كده ابدأ ايه اه اشيد التسس وامشي على السبرماتي الكوردي كده بتاول او بايدي كده لغاية ما اخليه يبديني اطول طول ليه بدون ما اعمل او بدون ما اطع تمام وبعد كده ايه اروح جايم مركب الارتل فورسيبس واربط وبعد كده اطع ما بينه تمام كده تبقى بالمنظر ده في الاخر لما ادخل جوه تمام بيدا عن هو هنا اطع التونيكة بس احنا مش هنقطعها يعني احنا هنشتغل على التونيكة زي ما هي تمام هو في التكنيك ده عامل كده يعني اسمع علينا ما تلخبرش نفسكو يعني هي زي ما هي كده التسس ما تفتحش فوقها واطعها زي ما هي كده طمام ده الكلوز التكنيك اسمع احسن حاجة يعني اسهل حاجة طيب تعالوا نقرأ الكلام اللي مكتوب اول حاجة زي ما مكتوب مكتوب كرينيال تو سكروتال ساك نفس الفكرة او بوض واحد سانتي زي ما احسألي من شوية واحد ونص هنعمل سكويز التسس تورد ايه اللي احنا عملناه بعد كده هنعمل ايه هنعمل تمام بعد كده قولنا ايه هنلاقي ونعمل برضو الفاشية اللي حوالي سألين الكلام ده من شوية هنعمل لها ايه تمام وبعد كده ايه نيكسبوزد لي الطول الكامل للسبرماتيك كورد عشان نبدأ نحط ايه نحط تمام كده طيب في الكلوز ايه كستريشان تكنيك اللي سأل عليه من شوية تمام ههولد التسس كلزي بي بالالس فورسيبز زي ما سألين من شوية وبعد كده ايه انا اكسبوز للسبرماتيك كورد وخلاص قدامي كله اعمل لك كراشنج بي الارتري فورسيبز تمام بعد كده اعمل دبل لجيتشر يعني خيطين واحد من فوق واحد من تحت تمام وقطعوا قدامه تمام كده وممكن اعمل واحد عادي يعني مش شرط تمام فاعمل الفكرة فين طيب يبقى اعمل خيطة او اعمل خيطين عادي مش مشكلة الخيطين طبعا امن واضمن تمام بس يعني لو معك فلوس بقى وكده عادي انت اعمل كده في الامتحان اقمن نفسك تمام عشان محصرش معك بليدنج ومحصرش معك اي حاجة يبقى ان ابل لجيتشر بعد اني قط بتوين ديم تمام كده طيب نفس التكنيك هنعملو ايه في تمام كده طيب اه بعد كده هسوتشر لي الاسكن في المنطقة اللي انا فتحتها مشانا فتحت فوق التسيس حتة تمام سنتي ولا واحد سنتي ونصف هعمل سيمبل انترافتز عادي يوقفل الاسكن موجود في المنطقة دي تمام كده طيب عملية سهلة جدا ومفاش اي مشاكل ده نفس الكلام ولكن مكتوب العربي ماشي الاسكروتة الابرودش بقى هو عبار عن ايه قالك انا بفتح في الاسكروتة بنفسها تمام مش التسيكلس خليني اجيب صور قشح عليها الاول تمام مش التسيكلس بتبقى بالمنظر ده كده تمام خليني اجيب القدم طيب في هنا حتة عندي اسمها الميديان رفيه تمام كده هاجيب انا همسك التسيس نفسها مش هفتح قدامها هي نفسها التسيس تمام هفتح هنا من ميديان رفيدي تمام همواخد آآ غرزة تمام فالله هيحصل هتفتح عندي المنطقة دي فلما هتفتح عندي المنطقة دي هتدى اتكسبوز دلواح ده من التسيس هبدأ ازوقها البرا نفس الفكرة عامل سكويز تطلع علي من فتح اللي انا فتحتها الانسيشن اللي هنا دي تمام هبدأ عامل نفس الفكرة اشيد التشو واشيد الاسبريماتي الكورد لغاية نيبقى معي اطول حاجة تمام وبنفس الطريقة بالضبط تمام وبعد كده اروح جاي عامل برضو ليجيشن دابل ليجيشن واحد فوق واحد تحت واقصه قدامهم عشان اخلي الجزء اللي مربوط تحت ينزل الجسم تمام والجزء التاني ايه ايبقى معاي هنشوف فيديو مع بعض السابق ان شاء الله اللي دي وهنشوف البريس كوروتر كمان هنقرأ الكلام اللي مكتوب طيب اول حاجة عامل طبعا انا مش عارف دي اتعاملت ولا لا في السكشن بس انا لقيتها في الكتاب تمام اللي اتعامل عندنا في السكشن اللي هي كانت اللي ايه البريس كوروتر فالسكوروتر ما تعملتش عندنا تمام بس عشان يبقى عارفين لكن انا معرفش هتعامل في السكشن تانية ولا لا ولكن هي موجودة في الكتاب فانقولها سريعا وعلموها هي سهلة جدا جدا يعني وانتوا شوفتوا دلوقتي طيب اول حاجة عامل ايه اجي عند الميديا الرافيل سألني الكلام ده من شوية افتح فيه فتحة انسيجن تمام اعمل بلانت ديسكشن مش مهم معنا فكرة الخطوة دي قوي ولكن انا هفتح تمام اه هعمل سكويز ليه التسس هتطلع لي نفس الفكرة برضو اه هعمل ايه ديسكت برضو لسه الماتي كوروتر نفس الفكرة لسه عاملها من شوية بعد كده اهولد التسس بلالس فورسيبس برضو نفس الفكرة واكسبوز للسبروماتي الكورد على قد ما قدر بعد كده اعمل كراشنج للسبروماتي الكورد كوزنج الايه الارتري فورسيبس وبعد كده ايه ابل ايه اعمل كتبتوين زي التانية بالزبط تمام طيب نفس التكنيك اعمله برضو في الايه في التسك التانية التسك اللي قصدها تمام كده طيب في معلومة هنا كده برضو يعني على هادي بيقولك ان الاسكروتر والبريسكروتر اللي اتنين شبه بعض في الكمبيليكيشنس ولكن قالك انه بيكون الاسكروتر الاسرع في السيرجري طايم وكده حتى لو حد عارف الموضوع ده لو بيشتغل في قطة الموضوع حرفين ما ياخدش عشر ده ايه مثلا انما الموضوع الابريسكروتر اللي انت بتفتح انسيجن فلازم هتخلط سكينه بتاع فالموضوع بيطاول شوية تمام طيب ايه وبرضو بيقولك ان اللي هي بتبقى في الاسكروتر نفسها بتبقى ايه ليه سير في ترومة شوية عن التاني بس انما هما الاتنين بيكون بالكيشن نفسها بقى طيب ايه البوست وبرتف كير ايه هي هتعمل ايه اول حاجة تاخد بالك ان انت لو شيلت التسكيلز هيحصل زيادة في الوزن فتبدأ تحسب الضايت بتاع الحيوان ده تمام دي اهم واحدة في البوست كير وعندي برضو اللي سيتش هشيلها من سبعة ليه عشر ايام من اللي هو بريشن تمام كده طيب الكمبيليكيشن بقى اللي ممكن تحصل ايه وهي لا يريان ايه تحصل بس ايه لو حصل ايه اول حاجة اه ووند دهينسس دهينس نسد والفعل الكلمة دي تمام سكروتال سويلينج تمام سير رومة للياكشن طبعا من يدايا كيس تمام عندي برضو هيمورج اكيد ساب كيوتينيس بروزينج نفس الفكرة سكروتال هيماتومة كلام بقى فوضي يعني حفظوا كما واحد منها وخلاص تمام سيفي ترومة برضو لو حصل سيفي ليكينج والكلام ده تمام بنسبة للبريس كوروتال اكتر وعندي الفانيكيولايتس اللي انا سيبته جوه تمام نفس الفكرة برضو كورونيك فيبرس اللارج منتوف كاتنشاف ايه ما علينا كلام في واضي برضو ممكن نحصل بروتروجين او فابدومين الورجان من الابدومين الول تمام فدي كلها كومبيليكيشن ممكن تحصل من العملية دي ولكن احنا قلنا ان هي تبقى رير انها تحصل طيب هنشوف مع بعض فيديو للبريس كوروتال وبعد كده هنشوف فيديو للسكوروتال طيب هنبس كده مركزين على الصورة بص وفتح فين تمام خلاص يعني شاص يعني بص قريب جدا 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 قدام قدام التسس على طول هروح جايه واحد في البينس نفس وهروح جايه فاتح ايه غرارة صغيرة كده في المكان ده سنتي وصنط ونصة مش اكتر من كده اعمل سكويز هنا تطلع للتسس هنا كده اروح ماشي عليها بالراحة وافضل انا انا عمالة دلوقتي ازوقها من تحمن هنا كده من المكان ده تمام انا مسكها من هنا كده انا خلاص زقيتها فطلعت هنا فانا مسكتها بقى من هنا بايد تانية تمام اليد اللي انا مسك بها مشرط هتقعد تمشي بالراحة كده على السطح بتاعها من فوق لغاية ما تاكسبوز دلية كده تمام طب هي اكسبوز ده هعرف اشدها لا ده هي من سكة بتيشو حواليها هامل له دي السيكت بتيشو ده كله تمام كده وبعد كده ايه اروح مطلع هتلاح لي حتة سبرماتي الكورد كده هروح هي جايه بتاول او بيدي وابدأ ايه اعمل اه اشيل كل اللي ايه اللي تيشو دي كلها افضل اشد اشد شوية لغاية ما يطول معي خالص ويظهر خالص معي عشان ابدأ اعمل له كراشنج باقى واقصه تمام بس كده هي يعني ده ملخص العملية هنشوف الفيديو مع بعض ساهم هو اصلا قريدي زقت حتى قبل ما فاهمين هي نفس الفكرة بالظبط هيفتح عليها بقى تمام عادي ممكن تفتح وبعد تزوءها بعد كده او تزوءها وتفتح عادي يعني ايزي ايزي خالص كمان هشوف هيبدأ يفتح هيمشي عليها تمام ايه هو اصلا مشي عليها يعني هو فتح طبقة كده لانتم شايفين فتح طبقة كده زغنانة اللي هيكت عليها دي اللي مش مش خليها ارادة تطلع علشان كده قلت هنمشي عليه هيطلعت هيكسبوز تمام هيبدأ بقى يفك التشو اللي حواليها بس هو رجل نضيف شوية يعني فهيفك التشو بايه بص هو اول حاجة قطع اهو شو عمل دي السيكت اهو الكورد ظهر عنده تمام كده هابدأ بالتاول او بالجاوز او اي حاجة هابدأ اشد المنظر ده كده وبعد كده ايه ارحو جاي عامل كراشنج تمام اهو تمام عشان الوقت بس وقت الفيديو تمام شايف هو راح يدور عليه وسوها جا تاني اهو راح يجيب الخير تمام مادين جا مرة تانية اهو بالمنظر ده هيربط تحت هنا رابطة هنا في المكان ده وانا احنا نعمل دابل لجيتش الاحسن رابطة تاني يعني تمام ما عليكم بالطريقة اللي هو بيربط بيها عشان هو يعني بيربط طريقة مختلفة شوية احنا نربط بيها عادي المهم الفكرة من الحوار انت تربط تمام رابط رابط تمام هيعمل هي بقى هيقص بقى قدامها على طول آآ بالمشارة عادي هيروح شغل الحتة اللي قدام ايه قدام اللي واحده تمام اهو هيجي هنا تمام منظر ده ويروح هيقص تمام وهيقلاي الدابل الدابل اللي جيتش زي ما سأليه من شوية حط خط تاني تمام عادي بس عشان الوقت هو حط خطين مرة ومديني المرة التانية تمام هيطع بعد الوقت هو قطع بس ايه انا مش خفناش انا عادي اهو تمام هيطع دلوقتي حالي هيمسك التسس اهو تمام اهو قطع خلاص هو حاطت تحت هنا ايه الخطين اهو هيسيبها بقى تنزل عادي جوه بعد كده يطلع التسس تانية تمام اهو هيطلع التسس تانية نفس الفكرة برضو هيمشي عليها بالراحة اهو فتح الطبقة الاولينية الخفيفة دي اهو عملها اكسبوزد مسكها هيعمل لها دي السكت اهو تمام هيعمل لها دي السكت من اللي تشو اللي حواليها اهو تمام ظهر لسترماتي كورد اهو هيبدأ ينزل الحاجة اللي عليه بالتاول اهو بالمنظر ده او بالشاش يجاوز عادي بعد كده هيعمل كراشينج ويربط اهو يربط بقى ربطتين هنا في المكان ده ويقص قدامها وشيلها بالمشرة من قدامها بس ده مختصر العملية بعد كده في النهاية بقى هيخيط ايه خلط الاسكن خلينا نجيب اهو هيبدأ يخلط الاسكن عادي خالص المنظر ده هوفرسين بالانترابت دي يعني بتخيط ده تعريبا هو كده بيخلط السابقات وبقى هيخلط الاسكن تمام فوق ده كده كان بنسبة لي البري سكروتل تمام هنشوف فيديو سريعا للسكروتل موضوع سهل جد ما تلووشينا هيفتح في السكروتام نفسه تمام مش قدام ولا هو في السكروتام نفسه اهو المنظر ده كده اهو فتح في الميديا الرفيه في النص اهو تمام اهو هو اول مفتح على طول هي التس اصلا هتكسبه وزا على طول تمام لان هو اصلا قريدي اعملها سكويزي اهي تمام مفس الطريقة بالزبط اهو هيطلع تس هيب المنظر ده تمام ده بقى يعني ده مش هيشد مش هيعمل بايده لا ده هو بيشرط بالراحة بتشوه انت ممكن تعمل بايدك زي الفيديو اللي قبله عادي تشدها على طول تفصل وبعد انت بدأ تكسبوز ده ليه ايه تمام هو هنا بيعمل في المشارط تمام اهو هيبدأ يفتح بالمشارط كده ويوسع تقدر تحملها بايدك عادي من غير المشارط يعني بس بعد كده هيعمل نفس التكنيك نفس التكنيك التاني بالزبط ايعمل كراشنج برضو اهو هيربط اهو تمام افروض تعمل بالمنظر ده وبعد كده ايه تروح جاية قصص اهو اعمل المشارط قدامه تمام اهو اعمل اهو ده دي التانية اللي بيعملها عشان يبا دابل وبعد كده اطعها هينا مشالها المشارط ويكتع قدامه لاتو تمام كده خلاص التانية ب lugه نفس الفكرة وبعد كده ايه هايقفل هنا والسكروتهم هيدي غرزة واحدة agents ممكن يعني في الكات كنا بنسيب مسكرووت المفتوح يعني يعني عملها مرة انا احنا بالسكروت المفتوح امام انما هو هنا هيعملها هي دي غرزة واحدة بس فهاي مدارس تمام طبعا بيرش انطيب عائل peuitor الباعد بنخلص هيعمل نفس بقى لنفس العملية اكيد مش هنعيدها مرة تانية في التس التانية تمام كده? بعد كده هو هنا في الفيديو ده هي هيعمل آآ ورزة تمام? اهو. نس كده ايه? نبقى خلصنا العملية التانية اللي هي اللي ايه? السكورتر مدور سهلي جدا وبسيط. هندخل بقى على اطول عملية معنا في الملهج اللي هي الوفيريو هستروكتومي تمام? او السبينج. وبرضو في نفس الوقت الوفيريوكتومي لانه احنا هنعمل الوفيريو هستروكتومي تمام? الاتنين موجودين. بس عشان ايه? نبقى عارفين. طيب. اول حاجة يعني ايه اوفيريو هستروكتومي? يعني ريموفل اوف دا بوث. اوفري ان ديوترس. تمام كده? طب لو اوفيريكتومي يبقى ريموف اوف ايه? اوف اوفري بس. تمام كده? طيب. طب انا بعملها ليه? مهمة على فكرة للمعنوات النظرات دي في كل عملية. انت مش تكتب. بس غالبا هتسئل وانت واقف بتشتغل. تمام? لانه غالبا مش هنقدر نعمل كلنا. لان العدد طبعا هيبقى كبير جدا وكمية الحيوانات تبقى ليلة. فبالتالي هنتسئل اكتر شوية. فغالبا ممكن تعمل خطوة مسلا من العملية ويخليك تسأل كم سؤال كده. تمام? فانت لازم تبقى عارف مشوية معلومات نظرية. طيب. ليه بعمل العملية دي? قال لك والله عشان هقلل ايه? الانسدنس بتاع الماما ريجلاندوليوتراين آآ تيومر تمام? شي طبيعي جدا عشان الهرمونات. طيب ايه ته يعني? تريتمنت البيومترا والسيستيك والاندومترا الهايبربليشيا والكلام ده تمام? آآ اوفيرين انتراين آآ نيوبليشيا تمام كده? احفظوا تلات ا اربعة من كل واحدة وخلصناين سهلا. كنت نفس الفكرة برضو. تمام? آآ عندك برضو الكاد تقعد صوت حرفيا. آآ لما في مرحلة وكده فيعني افضل ان احنا نعمل العملية دي يعني ده مليش علاقة بالآآ بحكم الشرع في العملية دي. تمام? انا مليش علاقة. انا بتكلم بس على ان هو بيساعد في ان هو يقلل آآ موضوع آآ 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 تمام كده? طيب. وعندي برضو اللي هو مشهور جدا جدا. اللي هو الايه? تمام كده? طيب. البوزيشن بقى عندي نفس الفكرة نفس اللي فات بالزبط. تمام? الايج آآ يعني انا ما بهتمش بها قوي بصراحة ولكن انت بتعملها فين بقى? هو بيقولك ان الافضل دي خليك عارفة من البست آآ ايج اللي هو ايه? آآ بيفور بيو بيرتي من ستة ليه تمانية منصة. تمام كده? طيب. مس دي اهم حاجة اللي هنا دول لو عايزة تقرعه براح يتكون. طيب. السيرشيكا الاناتومي. لازم نيبقى عارفين الاناتومي بتاع الاوفري عشان نقدر نعرف هي فين لان الاوفري صعب شوية ان احنا نجيبها تمام? لو انا بتكلم على عملية الاوفريكتومي بس. تمام? طيب. آآ هنشوف بس الاناتومي مع بعض سوا بعد كده ايه? طبعا مهم جدا تبع عارف البلاط فيزلز اللي بتغذي كل واحد من ده وتبع عارف الفيكسيشن بتاع الجينتال سيستم ده كله. وكمان ايه? آآ تبع عارف البوزيشن بتاعه. طيب. يبقى اول حاجة عندي هنا الاوفري فوق في المكان ده. تمام? وبعد كده هننزل منه طبعا متغذب مين بالارتري والفين? آآ فين اند ارتريك آآ آآ تمام? او اوفريان فين آآ آآ اند ارتري. وده اللي بقى ما عامله كراشنج وبقى طاوية. تمام? وعندي من قدام ليجامنت ومن وراء ليجامنت. هوره لكم بسرعة اوضح من دي شوية. تمام? وبعد كده مكمل بالايه? عندي بقى الهورن وبعد كده هندخل على البادي. بعد كده هندخل على السيرفكس وبعد كده وبعد كده ايه? الفلفا. تمام? طيب. بالمنظر ده. طيب انا لما اجي اعمل اوفريو هستيروكتومي هاقطع فين? هاقطع هنا. تمام? هاقطع هنا في المكان ده كده. وهاقطع هنا في المكان ده قدام السيرفكس هنا كده. تمام? طيب. لما اجي اعمل اوفريكتومي هاقطع فين? هاقطع في المكان ده كده زي ما انا مشاور. تمام? وهاخد طبعا البلاط فيزلس اهم حاجة عشان نزيف كده. ويه هاقطع برضه هنا في المكان ده. اننا مش هقطع هنا في حالة ايه? اننا هعمل اصلا هنشيل كل ده. فانا هقطع هنا وهنا وارو هقطع هنا. طيب ليه? فهم الفكرة فين? بس. طيب. تعالوا نشوف الاناتومي. بالمنظر ده كده. انا بيبقى عندي هنا. بيبقى عندي هنا كده الوفري في المنطقة دي. تمام? الكيدني هي بتاعي في حالة الوفريكتومي لان انا ما بقى الشايف. تمام? او في الوفريكتومي برضه. ولكن الوفريكتومي هنقول الموضوع هنبقى سهل شوية. ليه بقى? لان في الوفريكتومي انا هفتح من الامبلايكل في الامبلايكس ايريا كلها. وانزل لغاية البريبيوبك ايريا كلها. تمام كده? يبقى هفتح الفتحة في الحتة دي كلها. طيب. ايه الفكرة? الاخ لما تفتح خليني اجيب صورة الحيوان من غير ما نكون فتحينها ليه بيا. وبعد كده نرجع للصورة اللي هي مفتوحة. طيب. هنفتح من هنا كده؟ لغايت هنا. لغايت هنا. تمام كده؟ طيب. فده لما نفتحه. هاشيل بقى الجد. تعالوا مشوفوا الصورة ايه اللي ابلها. هنا. هلأي يبقى? هلأي يورينيه برادر على طول هنا في المنطقة دي في الساس لتومي. فكرين في المكان داي بريبيوبك هلأي على طول ايه؟ lead برادر. تمام كده؟ طيب. قدام او كيرينيا لي جنست كيرينيال Disease brother. هلأي مين؟ هلأي اليوترس تمام؟ بعد ما لأي اليوترس. هلأي مع مينهو يوتر أجم التبقى الحالسه قدير يوتيريين هوعل صغير ألبقو كده في الحالة النورمل هامشي لغاية قدام لأني مين بقى في الآخر الأفهد الائعم الائف ماسك به الشباب وماسكdriver به لا الوعى بوما على وره التبصه او الاطفآ يوم مشح لديك الميزى هو برون مفتحها وتبخيل الدسورة فانا بجوة بدخل ايدي الفتحة اللي لكن فتحتها من هنا هذه الاغية بدخل كف ايدي يؤ stud'sة كده لا بدخل كأن ي Bureau واحد قلم مسلا او كده معلش هي. طيب. ودخل ايدي من الفتحه ده والمس باصباعي الكودا البوردر تمام بتاع مين بتاع الكدني طيب بتاع الليفت كدني طيب لمس الكودا للبوردر جوست قدام الكودا البوردر هلقي 워밀 تمام? حتة كده كورة كده كعبورة كده وعليها فيا تمام كده فانا هدخل صباعي في المنطقة دي وارفع على 때리 على ثباعي تمام كده اشيله على ٦باعي على اشيل اللي جامد واشييله على واعمل ديتيتش ديتيتش لي اللي جاء من تده افكه اشده تمام اشده يطلع معي بره فيبقى مين بقى يبقى التخزية اللي هي هل دول هشدهم لأ دل لو شادتهم الدين هتخرب نزيف بقى تمام فانا هعمل ايه انا اجرس ان انا هطلع الجزء ده بره بره الفتحة بتاعتي تمام انا خلاص انا ماسك في ايه دلوقتي ايه الاوفري فبالتالي امتدادا للاوفري هامشي معايا همشي معايا لليوتيروس همشي معايا لغاية التاحة تمام كده فانا اماسك اول حت انا مفرض اقطع اول حتة زي ما نسألين من شوية في الصورة دي هقطع اول حتة كده تمام وبعد كده امشي مع الحتة دي لغاية ما اقطع ايه الحتة اللي هنا ده في حالة ان انا اعمل تمام كده طيب اطعنا هنعمل تمام طيب اطعنا هنا تمام جينا على بلوت فيزلس ده بعدما طلعنا الوفري بره ورحنا جينا عاملين للارتري والفين دول كويس وربطنا وبعد كده اقطعنا قدامهم هنا تمام بحيس الربط تبقى جوه الجسم خلاص الوفري بقى معايا في ايدي امشي بقى معاه امسيكه بقى الاس فورسيبس او ارتري فورسيبس اللي متركب فيه عادي وحطه على جنب وامشي معاه امتداده اجيب الهورن تمام بعد كده انزل اليوتيروس اشد اليوتيروس على قدر الامكان من الفتحة بتاعتي اطلع قدر الامكان منه تمام قبل السيرفيكس اروح جاة هنا في المنطقة دي كده man Jude motherfucker تمام روح وアمل أجيشن هنا كويس اه النوع اللي جيشن هنا بداع discoveries ترانس خلناني اعجيب ترانس فكسشن ترانس فكسشن خلناني اجيب بس انا اول حاجة بجيب النيدل بتاعتي تمام وروح ميدخلها جوه اليوترس باخد binicus اصلا غرزة فيه اليوترس نفسه تمام باخد غرزة فيه اليوترس تمام واطلع من ناحية التانية وروح جايي لافف حوالين الأرتري ده. وفي نفس الوقت ايه? حاولين اليوترس. واخد واحدة كده بالمنزر ده واليف واليف واربط 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 واربط. واحدة تانية كمان قدام. نفس الفكرة. ادخل جوه اه بالنيد الجوه اليوترس. واطلع من ناحية التانية انا دخلت فيه اهو. دخلت فيه كده اهو. طلت من ناحية التانية. امتجاي رابطة بتاعتي تمام. وبعد كده اقوم جاي قصص قدامه. تمام؟ نروح قصص ايه? قصص قدامه في المنطقة دي. فلما قصصه قدامه هيعملي حتة كده قد. حتة كده أو فولدس غنانة كده مفتوحة. مش هو عبارة عن هولو اورجان. فلما قص فيها هيعملي هيعملي بقه كده مفتوح. تمام؟ هيعملي بقه أعمل كده. تمام؟ اللي اسمها إيه? اسمها جизنستمر. دي. تيب عاملة كده بالمنظر ده كده. في اما أني есть مفتوحة يا اما ان انا عملها ايه اعمل لها اخيطها تمام كده والافضل ان انا ايها اخيطها طيب في حارتي البايوميترا بقى انا مبعملش حوار ايه الترانس فكسيشن ده انا بربط فكسيشن على طول مبعملش ترانس فكسيشن تمام ليه لانا لو خرامت البتاع اخاف من يحصل او ينزل اي حاجة من البص الموجود جوا ده تمام فبالتالي انا بربط على طول برا واشيل تمام تمام طيب كده بالنسبة ليه تمام? خلينا نقرأ الكلام اللي مكتوب. طبعا اللي نسألين الكلام ده من شوية. وبعد كده ايه? عندي اللي هو وبعد كده عندي ايه? هو بيقولك نفس المعلومة ان اليوترس قصير مقارنة بالهورن بتاعته. ولسألين الكلام ده. وعندي البرود لجي منتماسك برضو علينا. برضو ايه? بيوع كلوز. يقولك التغذية الدموية بتاعته والكلام ده تمام? ما علينا الكلام فاضي. بس احنا اقولنا كده كده الاناتومي وشرحناك كويس دلوقتي. طيب انا هعمل ايه بقى نفس الفكرة اللي انا قلت عليها بالزبط من لغاية لغاية بقى ايه? ما لغاية بريبيا بيو بيك تمام كده? هفتح اشد فتحة كاملة. بعد كده على فكرة هما برا بيعملوها في حيط صغير مرة جدا. انا هشوفها في فيديوهات في فتحات صغيرة قوي. تمام? لان هما عندهم اه ادوات واحنا احنا لسه في البداية فنشتغل عادي براحة. نخد راحتك واشتغل. تمام? ما تخافش يعني افتح واشتغل. عادي. بس ما تجيبش الحيوان من زفويد لغاية تحت? لأ مش منطقي. فانت بتفتح على قد تبين للدكتور ان انت فاهم. يعني انا بفتح في الامبلايكس والبريبيا وبكيبان انا فاهم دلوقتي انا بشتغل ايه? انه عملية. تمام? طيب. وبالنسبة للوفريكتومي بيفتح فياتق عليكس بس. تمام? لان مش محتاجة الحتة اللي تحت. طيب. بعد كده هعمل ايه? جست كرينيا للبلходитر. هلاقي مين? هميلي ترس. هعمل ايه لليوترس? اهه سوري هلاقي لبلходитر جست كرين ايه? انا كنت صح جستي كرينيا للبلودر. هلاقي اليوترس. تمام؟ هعمل ايه بقى? هروح عامل او مش رموف تراكت للبلودر على جنب شوية عشان بس ابقى شايف. تمام؟ وبعد كده اروح جاي داخل عند اليوتراين بادي وامشي معي مع الهورن بتاعه افضل اطلع 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 لغاية فوق لغاية ما امسك ايه تمام؟ ده في حالة ايه تمام؟ انا مش مضطر لان ادخل ايدي عند الكيدني فاهمين فكرة فين؟ او لو عايز براحتك ولكن الاسهل بكتير ان انت ايه جرس كرينيا للبلادر انت اصلا فاتح لغاية البيبي بيب اكتاح جرس كرينيا للبلادر هتلاقي في ايدك على طول اليوتراس تمام؟ امشي معاها اليوتراين هورن لغاية ما يمسك ايه ما ينتهي هزا الموضوع بالايه؟ بالاوفري هتلاقي الاوفري في ايدك طلعها واعمل لجيشن للوفيريان والفين ارتري اللازين فيها وبعد كده قصة اطاعها تمام؟ انت قولي دي بتعمل دي التاتشة اصلا لليجم انت اللي هو ماسكها اللي هو قدام ده تمام؟ بس تطاعها من قدام بعد كده تبدأ ترجع معاها تاني لغاية اليوتراس تطلع للهورن التاني تروح مطلع الاوفري التانية نفس الحركة بالزبط بعد كده برضو تسيبها بره تدخل تجيب اليوتراين بادي وبعد كده تروح جاية عاملوا نفس الفكرة نحن ساولنا عليها مع التغذية الدموية بتاعته وبعد كده رح جاية اصصها اه طبعا مرتين وبعد كده اصصه قدامها هلاقي عندي اليوتراين ده اخياته او اسيب او عادي لوحد تمام؟ لنفس الكلام المكتوب بعد كده انا بيقول لنا نفس الكلام ان انا هفضل ماشي مع اليوتراين هورن لغاية موصل الوفري والكلام نستعلي لهم شوية ده بعد كده ايصص بنسور اللي جامعة هبدأ اشده اطلع طبعا اوفريان ارتري والفين هعملهم ليجيشن تمام؟ نفس الفكرة برضو دابل ليجيشن وقطع ما بينهم نفس النافس ما احنا متعودين اليوتراين فيزلس بقى اللي هي بتاعت مش احنا اقولنا دلوقتي اليوتراس تمام؟ مواصل عشان فهمكم الحته ده لسه شريحة penghaver اصلا هنا في بالاطге وهنا ليتراس فانه هربط على هم الاتنين هعملهم ليجيشن هم الاتنين طب اين huy calls الليجيشن ده قولنا ترانس واربط على البلاط فيزلس أيه هادخل جوا اللي يوتراس واربط على البلاط فيزلس ما علي التراس مع بعض الاثنين مع بعض فهو ده كده الكلام اللي هو بيقول لك ايه في المكان ده طوامي هو ده الكلام اللي هو بيقول لك ايه في المكان ده بعد كده بعد ما ربطت خلاص هم عامل ايه سيفير دليل يوترس تمام جرس كريني للجيشن اللي أنا عملته خلاص بعد كده هلاقي بقى يأخياته ياسيبه عادي تمام طيب طيب أنا هو بيقولك الأفضل لأنا ايه أخياته ده نفس الكلام بس ما اتطب بالعربي دي الوفيريكتومي بقى برضو نفس الفكرة تعال نقول الوفيريكتومي بما أننا قلنا الوفيريكتومي على فكرة دي يعتبر أصعب عملية عندنا فانتو كده خلاصوا جزء كبير جدا لو فهمتوا العملية دي معايا تمام طيب هعمل ايه بقى في الوفيريكتومي دلوقتي أنا عندي الوفيري هنا في المنطقة دي خلنا نجيب الصورة التانية أفضل أوضح خلنا نشرح لدي برضو سريعا كده مرة تانية تمام الصورة دي برضو كويسة جدا اهو أنا طلعت دخلت ايدي جرس كرينيا للبلودر جبت اليوترس مشيت مع اليوترين هورن جبت الوفيري طلعته برا هروح اعمل ايه اعمل لجيشن لليوترين اند اه اه اوترين ارتري اه سوري الوفيريان ارتري اند فين المكان ده كده دابل لجيشن زي متو شايفين ومقص قدام اهو اده شيلت اول واحد تمام اروح جاي مدخله او اه سوري اه خليه برا تمام هدخل حتة اللي انا قصتها تمام بس بعد ما اتأكد نفيش بليدينج اهو جاي مدخلها وانا مسك الوفيري فوق اهو تمام مسكها فوق مسكها بالفورسيبس فوق تمام اسيبها على جام الوفيري التاني اعمل فيها نفس الحركة بالزبط وبعد كده اروح مكمل نازل لغاية تحت لغاية تحت لغاية تحت اهو نزلت رحت لغاية اليوترين بادي اهو ابعت حتة هادر وصلها وروح كايا عندها ترانس فيكسيشن داخل في جسمها وطلع من ورابط عليها مع الارتري بتاعها اللي هو بره اللي هو ورا عندي هنا هلاقي طبعا شوية حاجات كده كتيرة كده ايه ده ايه ده ايه ده ما تلخبطش ده البرودلي جامل انت عادي ما فيش مشكلة قطعه ما فيش اي بلوت فيزلس اصلا تمام فقطعه عادي بايدك تمام وبس اللي قدام ها مش هنا ما تعربش من الحتة دي اللي قدام طيب هنا ربطنا البلوت فيزلس بتاع اليوترس مع مع الجسم بتاع اليوترس نفسه تمام جس كرينيا اللي هروح اخد ايه هروح اجيه قطع المكان ده مكان ما انا هنا عامل كده ربطت هنا خلاص وعمل ايه فيه الترانس فيكسيشن ده انه هو ما تزفلتش تمام ما تزحلقش الغرزة اللي انا عاملها تمام ما تزحلقش اللي قدام تفضل ساتة في المكان ده بعد ما قص هنا هيعملي كده اسمه يوتراني اسطامبل سأنا عليمي شوية يفضل ان انا اخيطه تمام كده طيب تمام تمام ده كده بالنسبة للايه بالوفيريوهستيراكتومي طب الوفيريكتومي بقى خلينا نجيب الصورة الوفيريكتومي انا هاطع في مكانين بس ايا نفس التكنيك ولكن انا مش هفتح لغاية هنا فبالتالي انا هحتاجي ان انا استخدم الكدني ازالاند مارك عشان اجيب مين الوفيري تمام فانا هدخل ايدي من المنطقة دي كده هنا كده خلينا نجيب لون اوضح شوية هدخل ايدي من المنطقة دي كف ايدي تمام صباعي يروح هنا يلمس الكدني الكدني عند الفيرتبري واره تقريبا تمام فانا هبدأ بيدي المس المس الكود البوردر ده كده لمس الكود البوردر اه خلاص عارف ان هلاقي مين الوفيري على طول هلاقي الوفيري في المنطقة دي تمام الوفيري طبعا هتبقى مستخبية ومحشورة في الفات كده معاها علي انا عارف نيف المنطقة دي هلاقي كعبورة كده احط صباعي اروح مدخلها معلقها على صباعي تمام وبعد كده امشي معاها اروح جايش هاددها لفوق اشدها افصل الاسبينسوري تمام اخدهم فوق عندي تمام بعد ما خدتهم فوق هنقل بقى للصورة دي تمام انا خدتهم فوق هنا اهو بالمنظر ده اليوترين الارترين ديفين اه الاسوري الوفيرين الارترين ديفين اروح جاي اعمل لهم ليجيشن بالمنظر ده وام جاي اقصص خلاص كده تمام نفس الفكرة في الناحية التانية اه بس هنا بقى ايه انا في الوفيريكتومي انا مش محتاج ان انا مش هروح لغاية تحت عشان اشيل اليوترين بقى لأ انا مش محتاج مش هشيله اصلا ده انا هشيل الوفيري بس فبالتالي هروح جاي ايه قطع هنا كمان هروح جاي اعمل نفس الحركة ليجيشن في المنطقة دي برضو هحط اه ارتري فور سيبس وعمل لابل ليجيشن وهو حاجة اصل من المنطقة دي ده الوفير لوانية والوفيري التانية نفس الفكرة ودخل دينا ودنيتي تمام تمام ده بالنسبة الوفيريكتومي تمام عشان لو اقول لك الدكتور اعمل الوفيريكتومي بس بعارف انت هتعملي تمام خلينا نجيب فيديو برضو نشوفه سوا مع بعض اهو نفس الفكرة نفس اللي احنا عمله بزرط كبداية هنفتح نفس الفتح اهو تمام نفس بقى البروسيدور بتاعت اي الابراتومي تمام كده طيب اهو بيوصح حط حت تلفات بس الزيادة اللي كانت موجودة طبعا هما بيفتحوا فتحات صغيرة عشان هما بروفيشنال تمام وادم معهم ادوات تمام ده مش عندنا تمام فبالتالي احنا هنحتاج نفتح فتحة كبيرة وعادي افتح وتعلم في البداية وبعد كده ان شاء الله ابدأ صغر المسافات اه على قد ما ما تقدر بس برضو قد تاخد بالك ان تصغير المسافات ده بيعليه كومبريكيشن برضو ليه مشاكل تاني تمام اهو هتبدأ تشد هي هي جابة اليوتورين هورني دلوقتي فهتبدأ تشده لغاية ما يظهر لها مين يظهر لها الاوفيرين تمام خليني اجيب القلم برضو عشاني مش مهم هشاور بالماوس كده هتجيب الوفيري تمام هي دلوقتي بتقطع في البرود لجا منت تمام هي بتقطع في البرود لجا منت طيب هي هتجيب الوفيري تمام خليني اصرع الفيديو شوية مش بس الوقت اهو جابت الوفيري اهي شايفي الوفيري هي طلعت الوفيري اهو بعد ما مشت مع اليوتورين هورن طلع معها الوفيري هتعمل هي بقى هتعمل كراشنج قدامه وكراشنج وراه تربط ربطين وربطتين وتقص تمام اهو المنظر ده عملية كراشنج اهو قدام الوفيري تمام بالمنظر ده تمام اهي هتقطع بس هي طبعا هي بروفيشنال فهي هتربط الرابطة تمام بعد ما تقطع ده التكنيك. احنا احنا هنربط الربط الاول قبل ما نقطع. تمام? محاش يقطع لما يربط الربط عشان الدنيا ما تبص معاه. هي تربط من وراء بتاع الفورسيبس والكلام ده. ده هي بتعرف تعمل كده. لكن احنا احنا هنربط الاول وبعد كده نقطع. تمام? فما بلاش نتفلسف يعني في الانتحان. بالذات يعني. طيب. هتقطع واحد وبعد كده هتقطع تاني نفس الطريقة نفس التكنيك. بالزبط. تمام? اهو. جابت الهورن التاني. هي ده تجيب الهورن التاني. تمام? هي ده ت wines نفس الفكرة هو? هي بس يعني عملت فتحت في البروضلجا منتع عادي مفيش مشكلة خالص. جابت الوفري التاني هتعمل نفس الحركة بالزبط نفس الحركة بالميلي. تمام في الناحة التاني. ده هي اصلا قطعت الوفري سوري هي قطعت الوفري. هت يا اصلا التاني هنا. تمام? هي ده تقطع نفسه. تمام. هي ده تجيب اليتراس نفسه عشان تقطعه. تمام كده. طيب. احي molt هذا المنتظر ده. تمام؟ هاو عملت عليه هي برضو هتقطع الاول بس احنا مش هنعمل كده احنا مش بنعمل كده تمام؟ احنا بنعمل يعني بندخل جوه ونربط ربطتين وبعد كده نقطع تمام؟ انه ما هي حد يعني اللي شغال في الفيديو طيب هي نفس الفكرة برضو عملت في المنطقة دي هي هتقطع عطول احنا مش هنعمل كده تمام؟ احنا مش هنعمل كده هتعمل بقى بس هي اعملت بعد مطقت بس احنا طبعا مش هنعمل كده انا ما هكررها المرة اللي شين عشان ما تعملوش كده في الامتحان عشان ما تفليتش منكو تخرج جوه وانت دنيا تقرب خالص تمام؟ انت هتاخد درجة الامتحان ده لما او درجة لو جات لك الامتحان لو جات لك البتاع دي يعني في الامتحان هتاخد لازم تاخد اليوترس مع الهورن مع تروح تديهم وتوريهم للدكتور تبقى انت كده راجل تمام وزيل فل تمام؟ انا بعتذر يا جماعة هي في البداية انا سوري انا اتلخبطت مش اتلخبطت انا مش عالف بصراحة انا هي كانت بتعمل ايه الاول بس هي كبتشيل اوبري في الاول هي دلوقتي خلاص هتجيب اهو هي قطعة البرود ليجا منت اهو هتجيب بقى لدلوقتي اليوترس انما اللي قبلها دي عشان بس انا عديت حتة فما خدتش بالي كبتشيل اوبري برضو تمام? الاوبري التانية اللي هي الناحية التانية تمام؟ ان هي دخلتها من هنا ايه? هتجيب هتجيب بقى التانية التانية دلوقتي وتعمل فيها نفس اللي عملته في الاول الانية تمام؟ عشان عديت حتة بس فاني مخدش بالي اهو الوفر التانية وهتروح اعملها نفس الحركة برضو وتطع عابله انما اليوترس لا هي هتعمله زينا تعمله زينا تمام؟ ولانه زينا قوي برضو لانه مش تعمل ترانس فيكسيشن تقريبا يعني اهو هي ايه مع مش ترانس فيكسيشن هي ربطت على طول على اليوترس هو المنظر ده تمام؟ اهو بعد كده ربطت ربطت تانية هنا وهنا يعني هنا وهنا هتروح جاء اطعى بقى بالمنظر ده اهو اطعى تلويوترس اهو تمام كده هيبقى الريم الانت دي ده الستامب بقى الحتة اللي هنا زي دي هالستامب تمام؟ بس خلاص وهو معاه هو ده هتروح بقى تسليمه لدكتور عشان تاخد الدرجة بتاعت العملية دي يبقى سريعا بس كده عشان خطر محاش يتلخبط معايا هي عملت ايه؟ ما عملتش ايه اكتر من اللي احنا قلناه تمام؟ طلعت اهيه تمام؟ طلعت الهورن بعد كده جابت منه الاولاني عملت اه اه كراشنج هنا بالمنظر ده وهتروح شاية الاولاني تمام؟ بعد ما شاية الاولاني هتروح جاء مطلع الاولاني بنفس الطريقة برضه تمام؟ وهتعمل له كراشنج وتروح جاء ربطه عليه برضه وتشيله بعد ما تشيله هتعمل ايه؟ هتروح جاء مطلعه بقى مكملة مع الهورن لغاية ما تجيب البادي تمام؟ بعد كده هتربط عليه ربطتين وتقصه قدام واحنا هنعمل بقى تمام؟ في حالة البايومترا ببنعملش الحوار ده طيب لو من الفيديو اللينك بتاعه موجود فايه؟ لو عايزين شغالوه هتدوسوا على البودم ده طيب احنا كده خلصنا اطول عمليتين يعتبر في المنهج او بس سوا كده نقرأ الكلام اللي مكتوب تمام؟ ده خلاص خلصناه الكمبيليكيشن بقى اللي ممكن تحصل طبعا البودس وبرتف كير اهم حاجة لاليزابيث كولر لان هيبقى عندك في المنطقة دي كده خياطة فطبعا هيحصل سيلف تروما وليكنج والحوار ده فهتفكلك الخياطة فانتاخد بالك الموضوع ده فهركب اليزابيث كولر تمام؟ بشكل عام فايه عملية فيها غرز يفضل ان احنا نركب ايه؟ اليزابيث كولر طيب الكمبيليكيشن بتاتي العملية دي انت رابدو من الهيموريش لو انت مربطش كويس تمام؟ عندك اهم واحد فيهم الوفيريان ده لازم تقوله الوفيريان ريمين انت ايه؟ سندروم اللي هو انت قصية الوفيري ولكن ست حتة من الوفيري فالحتة دي رجاء حصل لها مرة تانية الجسم رجعها مرة تانية فبالتالي بدأت تنتج هرمونات الوفيري مرة تانية تمام كده؟ فتلاقي الحيوان رجاء لسايكل تاني وانت عمله افريكتم ازاي؟ فعشان انت سايب حتة صغيرة الحتة دي حصل لها مرة تانية ورجعت السايكل مرة تانية تمام؟ بعد كده عندي الستامبت بايومترا مش احنا عندنا سيبنا حتة كده من الوفيري هتطلع هربوناتها فهتبدأ تدخل في سايكل فالسايكل هتغير طبعا في اليوترس زي ما احنا عارفين فبالتالي هتعمل ايه؟ الستامبت بايومترا دي تمام؟ طيب برضو عندي مشكلة اللحظوا ان اثناء هذه العملية ممكن يحصل معاي ايه؟ يوريناري انكونتنس او يوريناري سفينيكتر ميكانيزم انكونتنس اللي ده الاختصار بتاعها بسبب بقى مشاكل في الهربونات اللي هتحصل لما شيل الوفيري فيعني دي مشاكل بقى ممكن اعالجها بايه؟ عدي شوية نيوروتون والحقادي نيوروتون مثلا تمام؟ حكي علاج للبتاع دي ما علينا تمام؟ عندي برضو ايه؟ لو ما عملتش ليجيشن اليوترس كويس ممكن جرانيلوما لو استخدمت برضو ممكن ايه تاني؟ ممكن عندي اه تاخد بالك برضو نفس الكاستريشن انه بيحصل عندك في الويد فانت تاخد بالك من موضوع ده كويس جدا فتنظم الضايت للحيوان تمام؟ سواء كاستريشن او الوفيريو وهيستروكتومي في الفيديو ده تمام؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة